رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل وصلنا إلى فقرة إعادة التدوير اللي نعرضها لكم كل أحد خلونا نشوف الحين أو نتابع أفكار الفنانة التشكيلية ميسوم وصالحة في هذا الفقرار اليوم رح نعمل كاندل هولدر اللي هي حاملة الشمع من الأسلاك للعلقات الأسلاك اللي موجودة في البيت ممكن ستة البيت بدل ما تكبها تستفيد منها وتعيد تدويرها مرة تانية هلأ الأغراض الأول الأشياء اللي رح نحتاجها اللي هي أهم إشي اللي هي عبارة عن علاقة الملابس رح نحتاج لقطاعة رح نحتاج لمشرة والغلو السيليغون رح نحتاج لألوان ورح نحتاج لصوف بلون والكاندل الصغير هذا رح نحتاج لكرتون أول شغلة رح نبدأ بجسم الإنسان اللي هي رح تكون أصلاً الحاملة على شكل إنسان بس طبعاً تجريد ترجمة نانسي قنقر هلأ بعد ما خلصنا الخطوط كلياتها وحددنا الأسلاك اللي بدها تشكل الجسم بتأوصل كل الأجزاء ببعض بالسيليغون هلأ بعد ما خلصنا ووقفنا لازم نعمل القاعدة عشان نكمل الشغل موسيقى موسيقى هلأ بعد ما وقف الشكل بدنا نشتغل عليه بالسيليجون هلأ بعد ما خلصنا وحطينا الإقماش ونشف نستخدم ألوان الرش بالنسبة للبلون اللي بدي نحط فوق راس المجسم لازم ينشف بعد ما ينشف منشيل البلون من داخله زي ما أنتوا شايفين هلأ هو أصلا العمل كله رح يصير بهالطريقة هاي هو كما هو بالشكل هذا بعد هيك دي يجي مرحلة الذهبي اللي هي لازم نوشحها بلون الأكريليك ومنحط الشمعة داخل طبعا لما بدنا إياها منشغلها بعدين منسكر الشكل وهيك بكون العمل جاهز يعطيكم ألف عافية شكرا عمل جدا جميل مشاهدينا هنا يأتي الإبداع يأتي الإبتكار مثل ما نقول محمد يعطيها العافية المدربة سوسا على هذه الفكرة الجميلة يعني من أشياء بسيطة موجودة في كل منزل يقدرون يستخدمون أشياء أو تحب جميلة أكيد تفيدهم حتى للأيام اليائية والحين محمد شو عندنا؟ والحين طبعا مشاهدينا ننتقل معكم إلى الجلسة الحوارية الاقتصادية اللي أقيمت في خورفة كان حول الاقتصاد في ملتقى خورفة كان نظمت غرفة تجارة وصناعة خورفة كان ملتقى خورفة كان الاقتصادي بعنوان عام الخير الاقتصادي 2017 أقيم المؤتمر في فندق الأوشانك في مدينة خورفة كان بحضور الشيخ سعيد بن سقري القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفة كان وسعادت عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والمهتمين بالقطاع الاقتصادي في المنطقة نحن سعاداء بهذا الملتقى الملتقى الأول الاقتصادي بخورفة كان يعتبر هو النوع من النشاط التشجيعي لإجال الأعمال واصحاب المشاريع ضم الملتقى عدة محاور ومناقشات حول الإسهامات والمبادرات المقدمة من القطاعات الحكومية أو الخاصة في المنطقة منها الحرص على التواصل، نشر وترسيخ ثقافة الخير، العمل التطوعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية وخدمة الوطن وكافة شرائح فآت المجتمع واستثمار قدراته وابداعاته وذلك بهدف تطوير أنشطتهم الاقتصادية وتنمية استثمارها سواء بالقطاع الأعمال الخاص أو الحكومي وتنفيذ الاستراتيجية المتبعة من غرفة التجارة والصناعة نحن كغرفة التجارة والصناعة الشارقة أحب أن أشيد توجيهات سعادة رئيس الغرفة ومديرها العام في خطتنا استراتيجية أن تكون إن شاء الله الملتقى الأول سيكون إن شاء الله ملتقى الثاني في 2018 إن شاء الله نحن هدفنا بالتسيق مع شركانا في القطاع الحكومي وزارة الاقتصاد ودارة الاقتصادية نحث القطاع الخاص على المساهمة في عام الخير توجه حكومتنا الرشيدة في عام الخير نحث القطاع الخاص على مبادرات وأسهامات في عام الخير في ختام الحفلة كرم الشيخ سعيد بن صغر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفة كان المشاركين في الجلسة الحوارية والمساهمين في دعم هذا الملتقى مثل ما شفنا طبعا مشاهدين مثل هذه الملتقيات الاقتصادية مفيدة ومميزة أيضا للحضور اللي حابينهم ينمون اقتصادهم أو أن تكون عندهم إدارة مشاريع فمثل هذه الملتقيات تعرفهم كيف يديرون اقتصادهم في أي مشروع أكيد تكون عندهم خلفية اقتصادية الآن يعقوب ومشاهدين وصلنا لفقرة المعلومات الغريبة أول معلومة عندي تقول في تايوان تدور شاحنات بالشوارع وتصدر صوت موسيقى مما يسمع السكان فيخرجون قمامتهم بأكياس خاصة ويرمونها بالشاحنة هكذا يحافظون على نظافة بلدهم يعني شيء تجيع للناس أو للسكان عشان أن يحافظون على نظافة البيئة شيء جميل والله شيء جميل فكرة مبدعة يعني أنها فكرة مثل ما ذكرت أنها مبدعة وأيضا يعني تحافظ على البيئة أكيد جميل وأنا طبعا مشاهدين معلومة تقول أشخاص الذين يولدوا في فصل الصيف في شهر ستة وسبعة وثمانية وتسعة يملكون رغبة ملحة للسفر والترحال باستمرار ويكرهون الاستقرار في المنزل لمدة طويلة وأنت منهم لأن محمد بن والي أنت شهر سبعة شهر سبعة نعم فتحب السفر أنت مش معنا أنا عشرة فعشانتي ففعلا عايشة يمكن تقول معلومة فعلا صحيحة نعم أما معلومة تقول 35% من البشر قد يتناولون الكثير من الطعام لكن وزنهم لا يزداد كباقي الناس بل يحافظون على رشاقتهم دائما حتى دون أن يمارسوا الرياضة والسبب علميا يرتبط بكونهم يتمتعون بتمثيل غذائي متكافئ بين الهضم وإنتاج الطاقة مما يحاول دون تعرضهم للسمنة دائما أتوقع يتكلمون عني في ناس صح دائما لما نشوف مثلا الناس يأكلون يأكلون نقولهم أنتم واتمتنون وحيانا نقول أنه ممكن يحرقون بسرعة صحيح ألا عرفته من خلال مراجعات إلى الاستشارات الطبية أن الحرق يكون بسرعة عكس الأشخاص الثانية يمكن أن يكون لدي تأخير في الحرق أو حتى النظام الغذائي مثل ما ذكرت المعلومة أنت تناول أشياء منتظمة لكي تهضم بسرعة لا أتوقع أنا لا أنا لا أحسن شيء الحرق ممكن سيلي مجرب عشرة سنة طبيب نعم طبعا مشاهدينا نحن نكون وصلنا لختم حلقتنا لهذا اليوم نشوفكم إن شاء الله باتر في حلقة جديدة ومع السلامة إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم ملتقان إن شاء الله الساعة عشر ونص باتر في نفس الوقت ونفس الشاشة ومع السلامة ملتقان إن شاء الله باتر في حلقة جديدة ونفس الشاشة اشتركوا في القناة